عندي خبر مهم جدا عن بيراميدز بيراميدز بيعني في المراحل النهائية لاتعاقد مع مصطفى محمد لعب نادي الزمال لعب مرحب ونادي بيراميدز طبعا عايز يتعاقد مع مصطفى محمد مرحب به ونادي الزمالك ما عندهش يعني حسب طبعا لغة الاحتراف ونا قلتلكو الخبر ده من زمان ده مش خبر بقوله النهاردة الاول مرة لكن خلاص صفقة دخلت في الجد ده طبعا هيكون بعد بطولة افريق وشفنا فيه تلميح في نادي الزمالك ان مصطفى محمد ممكن بعد بطولة افريق لكن خلاص الاتفاقات النهائية على حسم صفقة مصطفى محمد بالنسبة لبراميدز بتتم وزي ما تقول لكم اللاعب مرحب وفي النادي ما عندهش مشكلة وده طبعا بسبب المقابل المادي مقابل المادي هو كل حاجة ممكن مصطفى محمد ده استثمار لنادي الزمالك ممكن الجماهير لا تقبل هذا الكلام انا عارف ان في ناس يعجبها الكلام ده لكن كارتيرون جاله عقده رمضان صبح جاله عقده ومشي يا جماعة هو انتم متعصبين ليه الناس اصحاب الشأن هي بتمشي اصلا عاية هي دي كرة القدر هو ده الاحتراف هو لازم تاخده على كده انا ممكن انا بستثمر في النادي الزمالك عمل ايه ما ممكن كان عار مصطفى محمد او باعه وهو لسه من سنتين كان حد هيقوله حاجة ولا كان حد هيقوله حاجة بس تقلق بقى عام مصطفى وارجع كده كانت الدنيا تقلب نادي الزمالك حافز على مصطفى محمد عاره لناديين طنطة تقريبا وطلع الجيش دول الناديين يا جماعة بس حد يعني يقول لي الاندال طنطة والجيش صح طنطة والجيش عاره لاني شايف ان هو حاجة كويس وفي لعيبة دلوقتي على زمت نادي الزمالك مهارة وفي لعيبة على زمت النادي الاهلي مهارة زي ناصر ماهر اللي تقلق بشكل كبير جدا وانكسر الدنيا يعني هتقعد تقول لي بقى صالح جمعة وكهرباء صالح جمعة وكهرباء بقى فيلم هابط يعني خلاص الواحد شعر بالملل من انا اقول اخبار صالح جمعة وكهرباء كل يوم صالح جمعة وكهرباء لكن الكرة المصرية كلها ما فيهاش غير صالح جمعة وكهرباء يعني ملخص الكرة في مصر صالح جمعة وكهرباء لا احنا كده بنظلم لعيبة كتير جدا ده عندك نادي الزمالك مليء نادي الاهلي مليء نادي الاهلي في وليد سليمان وفي محمد الشناو وفي علي معلول وفي رامي رابعة وفي ياسر ابراهيم وغير اللي برا وفيه افشة وفيه مروان وفيه باجي فيه لعيبة كتير حمد هاني احمد فتحي ماشي خلاص لعيبة كتير برامنز مليانة لعيبة الزمالك مليانة لعيبة طريق حمد وابو جبل وحاجات كتير جدا اشتركوا في القناة